اهلا ومرحبا في هذا الفيديو شرح مختصر لزوروز ستار 5.9 اولا الضبط ضبط الشاشة الى اكزاكت ونختار حجم الشاشة كلما كان اسقر كلما كان الاداء اسرع وافضل ثم ضبط الكيبرد واول ضبط هو ضبط كيبرد الموجود على الشاشة شاشة اكس 11 ويمكن تغيير الازرار او وضوح الكيبرد المسقر الموجود على الشاشة ويسمى اكسترا كيبرد ويمكن ايقاف تفعيلها بالكامل تقريبا كل شيء مضبوط تلقائي ثم نذهب الى الضبط others او الاعدادات الاخرى ونقوم بتغيير اختصارات مفاتيح الجوال مثل رفع الصوت وخفض الصوت يمكن تغييرها الى فتح الكيبرد او اغلاق الكيبرد ويمكن ايضا تعيين اختصارات لكل مفتاح في الجوال حسب الطلب هذا كل شيء بالنسبة للضبط الاساسي والان يمكن تشغيل المحاكي اول نقوم باختيار تعارف كرة الشاشة واذا كانت سناب دراجون نختار ترنب واذا كنت تريد تسريع الاجهزة نختار هاردوير اكسلوريشن اما لبرامج لينكس مثل بلندر فنختار VIRTGL يمكن تجربة هاردوير اكسلوريشن او تسريع الاجهزة من هنا تجربة الشاشة ثم تثبيت وين او ويندولز المناسب يوجد بايونيك او جيليب سي سنقوم بتثبيت بايونيك سياخذ بعض الوقت في حال كان الجوال مالي ولا يدعم بايونيك ستقوم بتثبيت جيليب سي وهو يدعم تقريبا جميع الاجهزة اما وين بايونيك فيدعم قليل من الاجهزة مالي الحديثة باستخدام تعارف رابر مع الدي اكس في كي بعد اكتمال التثبيت نذهب الى سطح المكتب ونذهب الى تجربة الشاشة ونقوم بتجربة الشاشة لمعرفة ما اذا كان التعريف مناسب حاليا الدي اكس في كي غير متوفر سنقوم بتثبيته من الضبط الجديد نقوم باختيار الواين بايونيك نقوم باختيار الدي اكس في كي او الواين دي ثري دي وثم نقوم باختيار تعريف الشاشة سأقوم باختيار الرابر والذي هو يناسب جميع الاجهزة تقريبا وعدد النواة للمعالج سنختار سبعة ونعمل اوكي سيتم الحفظ ومن هنا يكون كل شيء مثبت جاهز لاحظ تم تثبيت كل شيء حسب ما قمنا باختياره في الضبط والدي اكس في كي هو الدايركت اكس الى فولكان والذي هو يقوم بتحويل دايركت اكس تبع الويندوز الى فولكان تبع الجوال في حال لم يعمل الدايركت اكس 11 في هذه الحالة نقوم بحل بسيط لإصلاح هذه المشكلة نقوم بالذهب الى قرص الزي ومن ثم اليوزر مجلة اليوزر ومن ثم مجلة الاو بي تي ومن ثم مجلة ونلاحظ داخل مجلة سنجد ملف يدعى وهو الذي يقوم باخبار او الويندوز اين مسار الدايركت اكس سنقوم بتشغيله مرة واحدة تكفي مرة واحدة تكفي من ثم بعد التشغيل نذهب الى الدايركت اكس 11 ونقوم بتجر وده لاحظ يعمل جيدا وهذا لانه الان يعرف مسار ملفات الدايركت اكس حاليا واين بايونيك لا يدعم دايركت اكس 12 بشكل متكامل الى ان يتم تطوير تعاريف افضل والان لفتح ملفات الاي اكس اي او الالعاب من المديرة ملفات بسهولة نقوم بهذا الشرح المبسط لفهم عملية فتح ملفات عبر ويندوز او عبر واين حدد مكان الاي اكس اي وثم الرايت كلك او زر الايمن للفقرة ومن ثم نختار open with واين بايونيك واين بايونيك للبايونيك والجي لبس للجي لبس لاحظ الواين بايونيك لان احنا قمنا بتثبيت واين بايونيك في حال ثبتت الجي لبس تختار واين جي لب سي لتشغيل الالعاب الثقيلة بشكل افضل واداء افضل نقوم بايقاف سطح المكتب لينكس وتشغيل وضع الالعاب او وضع واين يمكن يقاف سطح المكتب من هنا او من الضبط والان نقوم باختيار start نقوم بتشغيل واين بايونيك من هنا سطح مكتب واين بايونيك ايضا بعض الالعاب تحتاج تعريف مختلفة لذلك اختار تعريف الناس باللعبة في حال تعمل قم بتغيير التعريف او dxv key والان نقوم بتجربة يد يد التحكم او عصاء التحكم من هنا لاحظ انها تعمل في البايونيك والان يمكننا ان نقوم بتشغيل اللعبة وكما هو معروف تسجيل الشاشة ياخذ رام ولذلك قد لا تعمل اللعبة او قد يكون هناك تباطئ في الف بي اس بسبب تسجيل الشاشة وبعض الاحيان قد تتوقف اللعبة عن العمل بسبب تسجيل الشاشة لذلك لا انصح بتسجيل الشاشة للرام الضعيف ايضا في الاندوريد الحديث من بعد اندوريد 11 يجب ايقاف مشكلة الفانتوم بروسس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى این احبان ومن الضبط Process Manager أو مدير المهام يمكن التحكم بالمهام أو إيقافها أو فتح مهام جديدة مثل Task Manager وغيره والآن ننتقل إلى نظام Brute وما هو الجديد في نظام Brute أولا نقوم بتثبيت النظام عن طريق Start Menu ومن ثم نختيار Install أو Restore نقوم باختيار هذا الخيار ونقوم باختيار ملف Brute الجديد وهو Exodos Brute 5.9 وهو الأخير حالياً أثناء تسجيل هذا الفيديو هذا آخر إصدار وأيضاً باختصار نظام Brute ليس مهم للمحاكي وإنما لدعم برامج Linux أكثر بعد أنتهاء التثبيت نقوم باختيار Brute Desktop ونقوم باختيار Without Route أو With Route الفرق هو صلاحية الروت للمستخدم صلاحية الروت نحن سنختار بصلاحية الروت ونقوم باختيار Depane Linux Depane ثم نختار CPU حسب الاستخدام والCPU هو أكثر استقرار الآن سيقوم بتثبيت Wine تبع البروت وقد يأخذ وقت أطول من التثبيت العادي لأنه Brute معروف أنه أثقل ونقوم باختيار وبعد الانتهاء لتثبيت تعاريف أخرى مثل Virgil أو Turnup نقوم بفتح Wine من هنا من هذا الاختصار نقوم بفتح Wine Explorer أو متصفح Wine ثم نذهب إلى القرص Z وإلى مجلة Z يوجد تجربة الشاشة وأيضا تثبيت التعاريف ثم نقوم بتجربة الشاشة تعاريف التلقائي هو Turnup لمعالج Snapdragon في حال لم يعمل نقوم بتثبيت تعاريف كرت الشاشة من هنا من مجلة Uninstall هنا يوجد تعاريف Drivers نقوم بفتح هذا المجلة ونقوم بتثبيت التعاريف المناسب وهنا يوجد قليل من التعاريف المدعومة لبروت وأيضا DXVK أو Wine D3D من هنا لتثبيت DXVK أو Wine D3D مختلف في إصطارات مختلفة نقوم بفتح ملف البات أو الباتش وسيقوم بالتثبيت التلقائي أيضا تحتاج ملف الرجسري لتشغيل من مجلة نفس ما عملنا في بداية فيديو أيضا لاحظ أنه تم تغيير DXVK أيضا يمكن تغيير ألوان ال Wine من هنا وغيره بسبب أن ال Word يظهر باللون الأسود في حال تريده في اللون الأصلي يكون بتغيير ألوان من هناك وفي حال تريد استخدام نعمل Office أو ال Word والأكسل نقوم بتثبيته من هنا نقوم بتشغيل هذا الملف الاختصار وهذا رقم الرجسري ونقوم بنسخه بعمل تضليل اختيار ثم نقوم بالنسخ وإلصاك في نافذة التثبيت لـ Office لـ Lusk ونعمل التالي أو موافق نقوم بالتأشير على الموافقة على License ونعمل OK وموافق ثم نقوم بالتثبيت والانتظار حتى الانتهاء قد يأخذ وقت طويل وبعد انتهاء التثبيت نقوم بإغلاق نافذة التثبيت ثم أولا نقوم بفتح Word Office Word أول شيء لكي نقوم بعملية التسجيل يجب إدخال اسم أو نعمل موافق لا يحتاج اسم ونثم نعمل موافق أوكي ثم نختار تليفون تسجيل عن درجة تليفون Registry over تليفون نعمل اختيار الدولة أي دولة تريد نقوم باختيارها لا يحتاج انترنت لا يحتاج اتصال بانترنت نقوم بعمل ادخال أي رقم في حال لم تظهر الدولة أو خيارات اختيار الدولة نقوم بحثف الـ prefix وعادة التثبيت من جديد ونقوم بعمل تثبيت من جديد ونقوم بعمل تثبيت من جديد ونقوم بعمل تثبيت من جديد وعادة التثبيت من جديد يصلح هذه المشكلة حاليا لا توجد مشاكل تم التسجيل ونقوم بإغلاق هذه النافذة وكل شيء أصبح تقريبا جاهز لكن أولا نقوم بإيقاف التحديث التلقائي نقوم بإيقاف التحديث التلقائي لا نحتاج التحديث التلقائي من هنا وهذا كل شيء يمكن استخدام Office Word طبيعي وأيضا يمكن فتح أكسل من سطح المكتب أو من قائمة إبدأ أو من Wine Explorer في قرص السي من متصفح Wine في قرص السي إلى اللقاء في فيديو آخر